أقامت بلاك بينك حفلات عمل موسيقية في تايلاند لمدة يومين يوم السابع والثامن من يناير في الملعب الوطني بحضور ما يقرب من خمسين ألف شخص فوفقا لمدير تصوير حفل بلاك بينك سرح عبر منشورة على الإنستجرام أنه في اليوم الثاني من حفل تايلاند حضر خمسين ألف شخص وأظهر مدى ازدحام اليوم الثاني من الحفل وأوضح أنه لم يختلف عدد حاضرين اليوم الأول عن عدد حاضرين اليوم الثاني كثيران وبذلك بلغ إجمالي عدد حاضرين حفل تايلاند حوالي متى ألف شخص وعلى الرغم من أن ساعة الملعب كحد أقصى عشرين ألف شخص إلا أن الجمهور ظل واقفا بالداخل وبالعودة إلى الوراء قدم مايكل جاكسون حفله الخاص في نفس الاستاد عام تلاتة وتسعين بحضور مية وأربعين ألف شخص على مدار يومين وعلى الرغم من هذه الأخبار السعيدة إلا أن الجمهور شعر بالحزن الشديد للغاية فعلى الرغم من وجود جاكس ناكي في تايلاند إلا أنه لم يقدم تعاونه الخاص مع ليسا لأغنى السكسي جرل على المسرح فقد حضر الحفل لدعم ليسا في هذه الأسناء شهد اليوم الأول من حفل بلاك بينكي في تايلاند العديد من الحوادث المؤلمة وقعت العديد من الحوادث خلال الحفل لم يسلم منها الأعضاء أول شيء اندلع حريق على خشبة المسرح بسبب الألعاب النارية أثناء أداء ليسا الفردي ولكن لحسن الحظ تمكن الموظفين من التعامل مع الموقف بسرعة بالإضافة إلى أنه أثناء أداء أغنية لليسا كان هناك حفرة كبيرة في وسط المسرح خلف ليسا ما عرضها للسقوط في أي وقت بالإضافة إلى ذلك عانت جيني من ألم شديد خلال حفل اليوم الأول فأثناء أداء هويلاكزات أثيبت جيني بطلق من الألعاب النارية وبعد ذلك شاهد المعجبين زرع جيني مصاب وحتى روزي لم تسلم من المواقف الصعبة فعندما أنهت روزي أداءها الفادي لم تستطيع النزول للأسفل وانتظرت قليلا ولكن يبدو أن المسعد كان معطل لذلك خرجت من الطريقة الآخر مثل باقي الراقسين وقبل كل شيء نأمل في المرة القادمة أن يكون تاقم العمل أكثر حذرا على سلامة الأعضاء وأن يتم التحديل بشكل جيد سابقا للحفل حتى لا تحدث أخطاء فنية خطيرة كهذه في المرة القادمة فما رأيك أنت في أخبار اليوم إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في قناة وشكرا لك إلى اللقاء